الآن هاي الرسالة أنت توجهها إلى دولة الرئيس من خلال هذا البرنامج روح علي أصوح بك وصديقك وقل له أخويا الحق نفسك وإلا تضيع لأنه هذا الذي يجب أن يحصل لا يا أخويا الرجال صار رئيس وزراء قام ما يسمع عنه هسه بعد إحنا شبدي أنا الرجال مجهول وحق أبقى عندي آخر شؤال إذا عندنا وقيت الأخوة رومانسكي لا أخويا دايخ من كثرة المستشارين الدائر ميدورة أنا هسه تعجب أتعجب 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 أكو مستشارين هم بأحزاب هم فشلوا شون يصيرون مستشارين إليك هم فشلوا أنا سمشربك واحد راسب سادس إعداده دخلة كلية إدارة وقتصاد هو راسب بالرياضيات بالفيزي راسب بالكيميا راسب بالدنيا راسب ينجح السنة الوراء بالأفرهم راسب هذا ما يفيده هذا يرسبه ينجح بالسنة الوراء همو هاي السنة السنة الوراء يعني إذا أنت معدلك اليوم ستين يشكوا بيه بس من رخصتك بس من رخصتك اسمعني اسمعني إنت اليوم معدلك بس بعي إنت اليوم معدلك ستين جبت لك واحد معدلة تلاثين صرت تسعين قسمتهم على اثنيا يحتاج لك قرار زيان إذا هذا معدلة صفر الصير تلاثين هو تلاثين ترسب يا أخويا ما يفيدك والله استاذ كاظب خلينا أقول لك والله ما يفيدك بالمناسبة إحنا بالمناسبة اتصالاتنا إليك والله العظيم اتصالات واقع حال معاناة الشارع هذا ظلم وتجنب من سيادتك سيادت النائب أولا المستشار ليس بالكفاءة والله عرفني يا أستاذ نجم شنو الظلم والتجنب أنا أقول لك لأنه أولا السيد المستشار ليس بالكفاءة السيد المستشار بالنية بالولاء بالطاعة أنت تبتدع قوانين على مزاجك الشخصي النية إنما المستشارون بالنية والعباس التب هاي لا نية ولا كل شي عندك ترقاعة سودة وراه يسالفتك مو طرقاعة سودة هسا احنا صار هاي قم بلا موقوطة هاي مو قم بلا أخوية صار لنا عشرين سنة على المصخمات هاي يعني هو الذنب مو برئيس الوزراء رئيس الوزراء يفرض علي يقول له يا ابا ما اردد دخل بمعارك جانبية عم نحطوهم والوزير يقبل ورئيس الهيئة يقبل والمدير يقبل ايش يسوي يا أبا عبدالله اتخلينا نخطب وباشر عيد وتشترعل فروح اذا سلمنا لا لا اذا سلمنا بهذا الموضوع انا اعتقد يجب ان تكون العلوية لأعلى سلطة زراعية وامنية وادارية ومالية في الدولة اللي هو رئيس الوزراء المتمثل بالسوداني انا اقول للسوداني بعد العيد ها ها اكو قضية مهمة رحمة الوالدك ذكرتني اي بدل ما تبتز وتبتز الكتل السياسي بقضية توافق قضية العفو يا أخي باشر العيد ايجاك اكو مواد بالدستور اكو مواد بالقانون العفو قابلة لان انت تحملها على اساس شنو على اساس العفو الخاص اللي وقع علي رئيس الجمهورية يا أخي خرج الناس من الحرج ودزلك باشر كتاب عفو عام عن هذه المواد حتى لا يشمل الارهابين وغير هاي المواد اثنين اليوم انا اشوف سكوتك اي على قضية المحافظين المتهمين بملفات فساد ووصلت لك وعلى بعض الوزراء اللي تقييمهم تحت الصفر وتقييمهم سيء جدا وسيء وغير كفو شنو سبب سكوتك لحد هذه اللحظة يا أخي ذا ما تضرب اليوم تنضرب باشر أنا أقل لك أخذها من عدة هاي خلني يا شون جماعة فاديوم قلت للاجتماع داخل كان جماعة الاقليم جايين وكذا قلت لهم أخوان سلمنا انسلمت أكو حقوق وواجبات تبادلية ما لتأخذهم تكرفون كلهم ومويلاتك تأخذهم ومويلاتنا هم تأخذين هاي مجزر مو صحي ثلاثة أخوان أنا أعتقد يجب إعادة مجلس النواب العراقي في قضية اللامركزية في هذا الوقت والله العظيم المركزية مع الديمقراطية المهجنة في الدولة العراقية الحالية لا تتوافق يجب أن نبدأ بالمركز وبعدين نطلح الريات أكو محافظين أخي استولوا على أمور مصائب سود استغلال بالقواني أنا أعطل قانون مجالس المحافظات اللي نقل الصلاحيات وانقل صلاحية صلاحية أنا أشكر هذا اللي ريده من عنده لا أكثر ولا أقل نقل له أمضب مشروعك خوش بداية حلوة